موسيقى وصلت على محل جديد هي نرسم الدحكة أنا وعم شوف الصور على انستجرام وبعدين وصلت لهون من بره بلاشت طلع وقول اوكي كتير مشبهنا المحل كتير حيث هذا المحل قبل ما ندوء وخبركم شو بيو عاملو هتنا عامل ببارنة جوه موسيقى موسيقى جهاد كفوري نحن اليوم بالحزمية فتحنا من 14 بولاش كل ناس بش عمي فهم منيح شو بولاش بولاش بولي و برياش عمناها بولاش كونسبت فرنسيوي بنعمل روستد تيكن بس عال فرنسيوي أو زر ببروفنس بالروت اسي يلي بتتوفوها اكيد بعدين ومرته هي بتعمل كل شي برياش فرنسيوي لدينا برياش عال شوكولات عال سكر سيدا سينامون رول عال زيتون عال زعتر لانو بنا نحط البتلش شوية اللبنانية بنحملها مع زعتر ولبنة و اكيد زيتون زيتون لبناني و الملح مستعملو من انفي هيدا الكونسبت تبعنا بنعمل كمان فوكاتشيا بنعمل جابانيز ميلك براد كل شي بتكلو هون معمول هون ما في شي بيجي من برها لأكيد الشوكولات ما فيها نحن نعملو بس المايوناز معمولة من عنا الباستو معمول من عنا كل شي نحنا من الارب دو بروبنس نحنا منخلطهم كمان سو كل شي بتكلو هون معمول هون كم تعمل هون فتحنا 14 شهور ولا مرة بحياتنا اشتغلنا بمطعم أنا كان عندي شركة بعمل كول سنتر كول سنتر لفرنسا صلنا عاش سنين بلبنان مرتة فرنسوية و جينا هون نعيش بلبنان لأنه أنا بحلت بالحرب و كتير بحب البنان ورجعت ع بلدي بالكريزة و بعد انفجار خسرنا كتير أساس و قررنا نفل مرتة اللي ما بقى فيني بدي رجع على فرنسا خلينا رجعنا 4 شهور بعد 4 شهور قلت لي بليز رجعني على لبنان ورجعنا على لبنان و حي حتى براسة من أول ما بصت على لبنان أنه ناقصها هالجيج الفرروج الفرنسوي ناكله لأحد بكل الناس بيطول أحد بفرنسا والجيجة وزير دو بروبنس و قلاش تقلي بدي افتح بدي افتح بدي افتح اشي تجيج و بالكوفيد كانت ذهقيني بلشت نعمل بريوش و فتحت انستغرام و بلشت بيعمل بيت بريوش و قلت لي نعمل مطعم نعمل بريوش و جيج رحت عملت كم ستاج بفرنسا عند كم متر روتيسار وهي عملت بيرفكشن عند كم بولانجيب هوني و اجا شخص من فرنسا نهارين بس علمنا كم شغلة بس انه هيك و بلشنا اول نهار فتحنا نعمل ببعض و الحمدلله الناس كتير حبوا اكلنا موسيقى موسيقى لدينا كنتجو تتروق و تتغدو و تتعشو نفتح كل يوم من الثلاثة للاحد الثانين من سكر نفتح كل يوم من الثلاثة إلى بكرة تسعة ونوص عشرة يطلعوا البريوش للتسعة عشية هناك أربع طالية فهنت أتعشو يتغادر فيجين و يتتروق فيها فيها انا ونعمل من كل تتاكوية وزفت على كل بيروت تقريب في كل موسيقى انت لهدت لجوئ نعمل جوئ نعمل لبنة 10 لحظة 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 لجياد لحظة لچنا من أتباعد من نحظة إلى مرضى سأكون للسجرحين للعبن. أجلها فقالي دوزني فعل دوزنيا. فشكرة قد ذلك لدينا عبنى، حتى أننا هناك للعبن، وليس كل مثل كل هذا الناس تقدم. وبالسجرح لعبن حimageًا لتحليق الموقع للمني أبدأ فقط لدينا مقاربا عني أجلما عليه أن ترختها في التسجاري باوينانا هنا. هناك لبعن ذلك الوجرن في حديث ل으면 نشيش اكثر بكيحة، عندما نشيش في الحرب سيدينا من نحن على ادفع الوضع على المشاركات الكردية و من حينها الأضافرات المكوضة و من المحارك في الحرب لذا أريد أن أتمنى أن أحبب لكي أحبب بحقفة أفضل لعبطة للإبان لكي أجد من الأعبسل من المشاركات التي أتمنى ويأتي في محاولة في أنت هنا فهي شيء أعب فينا مدينة أنت بخصوصة من الأعبسل وفورة البيانة الآن أنسة هذه المدينة لا يمكنك الإيمنص وليسه الثاني الوزحة عن الأشياء عباراته �데 فهورة والميشة ومل الأشياء وال والدعين accompaniedه كل الأشياءاء ثمية ومترح نيجة فالجلاد ومترح نفسك على وهو الأشياء الفيات العلوي الوطفان وهمتبلي أنه يريد المنطقة تلك المنطقة هي منذ السلب لا تنزع التعليفة من المستقبل أن يكون السلطة على العفوز والأسفل ولا يمكننا مزل 15 من قبل أن يكون إلى بفضل الهواء لتنزع التعليفات من المصنع لتنزع نظر وأنه يكون لديك من أجل وكي تنزع تنزع ترين لتنزع تتبع مرة أخرى يبدو أن يكون لديك مناع في مضاعف لعفوكات تنزع التعليفات لتنزع التعليفات يحتاج لتنزع الفكاتي يملكت كذلك لا يزال الكثير من الممر فعلا نزل على نزل تحسن الخروج المبالي نزل تحسن على نزلها فعلا نزلت من جزيلة لأجلت من أبدا واحدة فعلا في طريق ومعا نزلت لحظة نزلت لحظة ومعا نزلت لحظة سوف نقوم بحضورها مع نظاته والروماران فري والسسام توريفي انا بقصة انا بغنجة وفرجيكم اذا قصيتها واذا خزقتها كيف تفتح عن بعضها قديش مشغول عرواء ومشغول صح وقديش اخدي وقت ان كان الشوكولات المستعمل داخلها بريوش وشوكولاتة نبدأ وعندهم اشياء كتير تانية او ماي جول ده شي مش معقول تعرفوا في كتير نسب تعامل بلبنان ان كان خبز ان كان بريوش ان كان كتير اشياء بس هون حسيت المحام من الوقت تلعنده ان كان هال بريوش ان كان العجينة تبعهم ان كان الشوكولات ان كان الفن الريخ اللي وصل على الطريق وعم تفرجينا وعم تحسسن هالإحساس تبع فرنسا ان كان الجابانيس برادي لنطر بعد شوية دوقه كل شغلة معمولة صح وصح بتحطوها بتنبكم بتحسوا فيه مكون كتير اساسي اللي هو الحب الوقت الشغف وبيجمعه شوية مكونات من اعلى ما يكون بتدوب تحت سنان مثل الزبدة بس بالحزمية انا بيجي من ترابلوس تأجي اكل هكذا شو اللي بيعمل الجيجة طيبة ليش في الجيجة طيبة جيجة مش طيبة جيجة ناشفة جيجة مش ناشفة شو الديتاي والشغل وكامل الوقت اللي بتحطو تطلع الجيجة طب نحن الجيجة بنعملها مارينيشة من قبل 24 ساعة و هيدا شغلة مارينيشة نحن بنعملها بيخلي الجيجة تكون مش ناشفة ها لان في شي اخرى كمان و سر كمان معهم هي المكناة هيدي مكناة جيهة من فرنسا و فيها هي مش علمينيوم العلمينيوم بناشفة ها ها ه ها ها هدي مكناة مع حجرة ريفرشيثة و نتيجة ها هيدا مدروسة تااااا متنشفة جيجة هم كم جيجة بتعمله بنهار على طلب او عندك مينموم اول ما تبيع و تقولون لازبونك سوري تعال بكرا لا عندي مكسيم بالنهار لانه ما فيني إرجاع حط وحط وحط لانه عندي ما بعمل ميليشن سو بجرب قدر قدير عم بيكون فيه طلب بالنهار يعني تعالوا بكير او لحو حاج ونطلبوهنا على التليفون لانه هاكتر عم بيروحوا هلأ عم نعمل انه يضل عاشية بعد الثانية ونوص ايام ما في بقى لانه الاحد مش معقول ليلو اذا ما بتطلبوهم لانه الطلب كتير قوي علينا الالاها فاللي بتجيال الأحد يدقلنا ويطلب قبل اللي 11 لانه وعم ويجيونسifier بنا وعال لهن صارى ما فيه واتبون فيه كتير جيجاد بالشوية بos محجوزاء سو يالخابرية اان لازم يرفتحوه طائدنا جمائين على مكانه ايي انه اذا بيفتحو هني هم عم ينشووه بصيرو شاقه منهون لأنه يكونوا مشكلة لدينا سوف أرى أن كل الجيجات تقريباً زيت الوزن يعني كلهم ينقون أنتوا على الأد كيلو ونصف الجيجة لدينا كيلو ونصف وين يجب أن نبدأ؟ يجب أن أول شيء نشيل السوس ما رح تقول لهم تما تحترق تما يحترق يعني هيدا تحترق بالشوية أوكي يجب أن نشيل كل شيء تما تصير ساوغة الجيجة نأخذ هيدا الصغيرة هيدا الصغيرة نتفوتها تحتيزا نعمل في البوك أوكي بعدين نجيب نتكتف الإجران وهنا نتذكر عليها فكرت بصوتكم هنا تلقى في شغل محيلا شكي نعرف طعم الحال اسموه فروج أونتوني صدق ونأخذها لتحت ونكتف هذا ونربطها من تحت لبرة بمئة من مئة هذه كما تصدق للمشاة بابريكا للون وله شوية طعم اكيد شوية اكيد انا بطلع على الفرن مثل ما يخبرنا مصبوط سبيسيال منه مثل الفرن اللبناني الاليمينيوم اللي عايشي كتير فيه عندنا البلاطة اللي وراء عندنا الحديد اللي وراء عندناها رفلكشن طبعا الحرارة ميلا مقبوبة على كل الميلات حتى لو انا وقف قدامه معم بكبلة بره نحن لجوه وعام بهيك نقطهم شوية 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 بنعومة وبحنان وبحماس عم تخيل اتشي تقرش من بره والكريسبي الجلدى يلا رح نلقوا بعد شوية دايما منقلهم للناس دايما المطبوخ مني تحت و المطبوخ فوق دايما انت ماني منققة على المطبوخ وازا فيه خضرة خضرة بتكون فوق مش تحت يعني فود سيفتي الآن لا أفهم، أنا حساس أن أستوى، دغري أنه تطلع عن نظر و تشيلهم؟ لا، نحن هون نشتغل هيك، نحن هون نشتغل عن الحرارة عادةً بقولوا بفرنسا و بارات لبنان أنه الجيجي بتستوي على 75 حرارة هون بلبنان بعرف ما بحبوا يشوفوا شوية دم أما شوية روزي أما الشيء نحن ما منشيلها قبل بتبحد، تلحت الثمانين ما في شي عن نظره على الخبرة، بداية تحط هيدا تأكد أنه استوى، بغلط مموعة من الصدر والفخاط كمان نعلى كل الجيجي بنعمل ذات الشيء شو أقولك؟ خينا نشوف، يالله هلأ بنا أكد من فقطة فقطة لازمت لازمت العزمي اللي كنوا كمان خط هلأ، هون بكل سمور ناس بيتشوفها بحط سوس بكيس، تلعوا فينا بالقلب بس هيدا السوس، هيدا الكيس معمول، تما ينزل السوس، وبيخلش جيجي سخنة ساعة ناينو من جوا، من جيب من فرنسا، ما في منو بلبنان وعا الطريقة الفرنسية، بتاخدو كيس، تروع فيه على البيت بترجع سخنو بالكيس، بتخلي، بتحط الفرن بحلارة مية بتحط الكيس بالفرن، عشي ضايق، وترجع الجيجي بترجع بتاخد كل استبار وكل شيء، متما كانت أربع شقف، بكل واحد شو مع بالو يأكل، خلصنا من هون، فرحنا من تحت ريحة رائعة، السوسي اللي كانت فيها هون، أبيض عالآخر ومبين لمعكو حلوة، سوبر جوسية ريحة ريحة بشو حلوة، ريحة بشو حلوة، ريحة ضايعة، تمشي هيك، تحت الشجر وبلشت شط ريت عم حس عبيلي اكدوش فيها كلها سوا فيكم تكلوة هون، عالطولة الصغاري اللي هن بره فورناو لأنه ما عندنون سيتينج خاصة بس الناس وقفي بالصفتة تاخد بالكيسو عالبيت 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 انا عم فكر من عنا من المتن من هونيك من اللامطايلة بدي جيب لهون وليس حط الفرن وشعر الفرن والفرن وشعر لفرنة ساعة حقيقة وصلت هلأ تابعت عنه ما في زيت ما في زبدة ما في اداتيبز في جيجة مغنجة منيح منقوعة منيح ومرتاحة عرويتا تستويت تحت البطاطا السوس عليهم ريحة الأعشاب تأخذ العقلي إذا البطاطا طيب هالأده مطبوخة من بره لجوه كتير طرية بعد ناقصة يعني مثل البوري لدينا كل الأعشاب اللي بتأخذ على الأصبع الريحة العظيمة عم بحرقسكم فنرجع نأكل الجيج عم فكر اذا بالشوكة بالسكين او اذا لازم اخذها بأيدي وبلش كدوش فيها شفتو قدي حلو الجيج قدي لونه حلو قدي من جوه عم بيلمع واو كنت تطلعت هالأده جوسي مستطع عم ترجع معي هون طلعوا طلعوا يعني ما بحاجة عايزة سكين كنا نسكو بالقلب كمان القش اللي من بره الجيجة سوبر 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 طرية ما بدا توم ما بدا هالسوس اللي بنحط على الجيج وتصيره تاكله وتطلع الريحة على كيلومتر ما بدا الجيجة بتتستطعموا بالجيج مش بيشوا بيجي من بره لديكم زيتولة هون و هون بس مش توم اكسرا واساساً ما عندهم جارلك سوس و برابو الفلسلة تبع المكهنة حطت مع بعضها غسلة مصبوطة سقيها مصبوط مصبوطة 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 من قطيب الجيجة لأكلتهم في لبنان بايفور ما كتير بقدر اكل جيجة لانه كل العنام تحط كتير توم هون عمللي شوي رسات سبيسيال شو شيل منا بس نقعة توم بس الباقي كلها سوى زي انتو أكلتوها ما رح تحسو وهون إذا أخدت الفخذ لأنه أحسن إذا سوف دعوائهم شكرا حسنا ابدأ لتحرقوا بإمكانهم ويقوموا بإمكانهم موسيقى لدينا ثلاثة صندويشات موسيقى نعمل في هذه الخبزة الخبزة برياش مع روما رانفره وسمسم وملح جاي من أنفي من حد فيها توم لكن ليس توم اللبناني توم راسته بالفرن لذلك ليس لديك التعام الأوي وذلك بكوب أكثر صفت بكتير مع جيج وبندورة وربكة السيزونية مع حامض وزيتون زيت زيتون وملح ومنحط حر كمان بعدين لدينا ثاني ساندويتش هو كلب ساندويتش وموسيقى كل شيء خبزة تكلهن معمول هنا بهذا الساندويتش نضع ميوناز في الميزون وصلاة وبندورة وجيج وحبش وإمانتال وبيكلز وبيت فره ونحبوا الكثير لأنه فيه هل نكهة شوي سبيسيال والثالث ساندويتش نعمله بالفوكاتشا هذا الوحيد مش عجيش هذا شوي تلييني فوكاتشا معمولة هون منحط فيها مرتادلة تليينية مش المرتادلة تليينية مش المرتادلة تليوية في الماركت مرتادلة كتير هايين منشيغو وروقا وبيستو نحنا بنعمله كمان وبندورة وكأبرون ونحنا حوشنا هم بيكفايا وعملنا هون بيكلز هنا في المحل نحنا نعمل فوكاتشا مزعطة وقد اضحنا الكثير منيح تلت الثالج هذا تأخذ كم منحط؟ 6h نحن ترمت الماء سأعرضك إلى المساطر سأرزياد لكي أفضل المساطر ويقوم بإثباره الإضافة ليس لدينا الكثير من المساطر ونحن نتصرف يجب أن تغنجوا يجب أن تغنجوا يجب أن تغنجوا يجب أن يفوت الزعتر بين هؤلاء ست ساعات مخمرة من يحطة يتعاقد ما هي الفوكاتشا؟ هي كتير زيتون عجينة خميرة أو وتنفخ وتنفخ الهواء اللي بقلبها بتصير مثل القطن مثل المخدية شو حر الاحساس؟ بيتفرق ولا ما عم ديفعها معها عم بقصن واحدة واحدة لقد قلت لكم في كتير حب في كتير وقت في كتير حنين في كتير حلو كيف انت ومرتك تستقبلوا بهالناس وفي ناس تساعدهم بس ما في موظفين تستقبل العالم وهذا شي كتير حلو تركوا كل حياتهم وحطوها بخدمة الناس وعملوا شغل رائع 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 عبالة بس ألقت شغلة محبيتة أو غلطة شي محال إن كان الدكار إن كان الانانة رفوف المكانة شغل الريحة بالمحال بيرفكت موسيقى موسيقى المايوناز تعملها إنهوس؟ نعم المايوناز نعملها إنهوس هذه كتير مهمة لساندويتش كلوب منحط مايوناز اندوستريال أهم الشي تكون إنهوس كل ما تكون هنا هو إنهوس كلنا منعرف كلنا منعرف موسيقى موسيقى نحن المايوناز نعملها منحط فيها بيت منحط فيها خلب متار حامود بيبر زيت وملح بس موسيقى ما فيه مواد حافظة بري ناتشلل نعمل على مدالي بيسز تتاكروا مايوناز نضيفة ومش ما قول سمن وكل أربعة أيام ماكسموم منغيرة بس صراحة عم نعمل كل يوم لأنه مش عم من لحق موسيقى هل أتحين المغيرة؟ واو ايه طعمي مجرية قبل لقد قل لكم ليش لأنه طعمي طبيعي مش حسسة قبل المايوناز بتكون كريمي أكتر بيضة أكتر هون فيه نايس كريم انجوي بالكريم حامل بقى حامل بقى ما تحسسوا بالزيت ما حسرت البيضة مهار كتير لازيز واو شو صاندويش موسيقى 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 واو موسيقى هذا الساندويش العظيم كلوب ساندويش واحد من أفضل بالخبز التازى اللي عملت هون طروطة روعة قاعدت شوية على الجريل وشربت نجزة زبدة تتحمس بس بعادة كتير طارية الجيج التركي التشيز المايوناز الخضرة بتفره ما بينكدش إلا بالنص كتاعتين هم ثلاثة خبزات طلعوا ماشي طلعوا فراطة وراحة المكونات عظيمين ورقمين مع بعضهم بطريقة كتير حلوة من فوق لتحد لير تبع فوق غير تبع تحد كي بتفوت على سقف الحلق على لسان كي بتعبل تم السنين بتكلهم من هون ومن هون ومن هون ما بتحسوا شي بعبي أكتر من تاني في نجزة حليب بتعطيها بنادورة هالحمودة شوية وملوحة بتعطيها المايوناز الجبنة the best ever ingredients مقصوصة لدرجة صغيرة انه بتقطع بطريقة كتير حلوة التركي ما بيعابة هيك تحت السنين كمان كتير خفيفة شوية أخضر على الأد وطلعوا قديش كمية الحب لحطت جواتو ديفنتلي 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 وان بباست كرب ساندويتش اكيد 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 ديفنتلي نجرب هذا بعض قطيب من هيدا بهذهبة شوية من الكون الكتاقس lights يكونون كثيرا فع yield يروح وكتفي قليل ỡ ماذا؟ جميلة سلواتشة كيف هذا التوفيق؟ كيف هذا المحل؟ جميل جداً أن أستحقاً سوف أعود مرحباً مرحباً شكراً أنتوني لقد رأيتنا كثيراً مبسطة بهالساعتين عادنا سوا وصباحنا سوا وكل شيء هيدا بيتنا هيدا عائلتنا والحباب يجي يشوفنا أهلاً وسهلاً نحن بالحزمية بساحة مرتقلة نمر التلفاتنا 7-1 1-7-1-7-9-3 كنت لقونا أيضاً على انستاجرام بولاش.لبي ونعمل دليفوري كماناً كل بيروت وقراد لبيروت الكبير ومثل ما قلت لكم نروح للمطيلب أهلاً وسهلاً فيكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم